السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناي وبناتي تلاميذ تنميزات الصف الثاني الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح مع بعض قصة أنا أستطيع من منهج اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد قصة أنا أستطيع في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار من التلاميذ فريقا لقرة القدم يبقى أولاد المعلم في المدرسة عايز يختار فريق لقرة القدم من التلاميذ اختار المعلم التلميذ آدم لكن آدم قال أعتزر يا معلمي لا أحب أن أكون سببا في الخسارة يبقى أولاد المعلم اختار التلميذ آدم بس آدم اعتزر للمعلم قال له لا أحب أن أكون سببا في خسارة الفريق قال المعلم أنت نشيط وماهر يا آدم وتستطيع تحقيق الفوز كن واصقا يبقى المعلم يا أولاد قال له أنت نشيط يا آدم وماهر تستطيع تحقيق الفوز وخليك واصق في نفسك نظر آدم فرأى صديقه زين يحرز هدفا في السلة تحمس آدم وقال لنفسه أنا أستطيع سأحاول يبقى يا أولاد آدم نظر لجي صديق لي أولاد من زوات الهمم يحرز هدف في السلة فتحمس يا أولاد وقالي أنا أستطيع سأحاول قاموس الأضواء الكلمة ومعناها عندنا أولاد كلمة فناء معناها ساحة فناء معناها ساحة ماهر معناها بارع ماهر معناها يا أولاد بارع تستطيع معناها تقدر على تستطيع معناها تقدر على واصق متأكد يحرز يسجل تحمس استعد إبا تحمس استعد عنيج بعد كده يا أولاد عن أرض المفرد وجمعه فعندنا فناء إذا كلمة مفرد جمعها يا أولاد أفنية إبا فناء جمعها أفنية المدرسة جمعها المدارس المدرسة جمعها المدارس المعلم جمعها المعلمون فريق جمعها فرق قدم جمعها أقدام التلميز جمعها التلاميذ هدف جمعها أهداف الجمع ومفرده التلاميذ مفردها التلميذ ماهيرون مفردها ماهير نفوس مفردها نفس طب بعد كده يا أولاد عن أخذ الكلمة والمضاد بتاعها فكلمة قال مضادها سكتاء الخصارة مضادها الفوز نشيط مضادها كسول تستطيعوا مضادها تعجزوا لابا تستطيعوا مضاد بتاعها تعجزوا طب هنا أولاد واصق مضادها شاك واصق مضادها شاك هنشرح يا أولاد أضوع لك قصة أنا أستطيعوا أول حاجة يا أولاد الشخصيات الوردت في القصة المعلم وآدم وزين طب المكان اللي كانت فيه القصة يا أولاد في ناء المدرسة والزمان أحد الأيام أحداث البداية بأول حاجة في بداية القصة يا أولاد باختار المعلم من التلميذ فريق لقرط القدم اختار المعلم يا أولاد التلميذ آدم وبعد كده نشوف أحداث الوسط المشكلة آدم يا أولاد اعتذر إبا اعتذر آدم لأنه لا يحب أن يكون سبب في الخسارة يبقى آدم اعتذر أولاد ليش لأنه لا يحب أن يكون سببا في الخسارة طلب المعلم من آدم أن يكون واصق إبا المعلم طلب من آدم يكون يا أولاد واصق ليه؟ لأنه نشيط وماهر ويستطيع تحقيق الفوز أحداث نهاية القصة نظر آدم فرأى صديقه زين يحرز هدفا تحمس آدم وقال لنفسه أنا أستطيع سأحاول طب إيه لن نتعلمه من القصة يا أولاد؟ ما نتعلمه من القصة؟ عدم رفض شيء دون المحاولة يبقى عدم رفض شيء دون المحاولة إيه ثاني يا أولاد؟ العمل على تطوير قدرتني العمل على تطوير قدراتنا الحاجة الثالثة يا أولاد الثقة في النفس الثقة في النفس الاستمرار في المحاولة حتى ننجح الاستمرار في المحاولة حتى ننجح ضمائر المتكلم وعندنا أولاد ضمائر المتكلم أنا ونحن يبقى عندنا ضمائر المتكلم أنا ونحن أنا دي أولاد للمفرد المذكر والمؤنس للمفرد المذكر والمؤنس يعني الولد يقول أنا البنت تقول أنا يبدأ أنا يا أولاد ضمير متكلم للمفرد المذكر والمؤنس أما نحن يا أولاد للجمع بنوعيه نحن للجمع بنوعيه يعني مجموعة أولاد أولاد مجموعة بنات يقولوا نحن يقول يا أولاد نحن لما يجي تكلم عن نفسهم يقولوا نحن طيب هنا أولاد أنا أخذه أمثلة أنا تلميز نشيط أنا تلميز نشيط طيب هنا أنا ضمير متكلم للمفرد إبقى أنا ضمير متكلم للمفرد طيب أنا أستطيع سأحاول أنا أستطيع سأحاول أنا ضمير متكلم للمفرد يبقى أنا يا أولاد ضمير متكلم للمفرد نأخذ مثال على نحن نحن تلاميذ نشيطون نحن تلاميذ نشيطون طب هنا أولاد نحن ضمير متكلم للجمع نحن ضمير متكلم للجمع طب مثال ثاني نحن نستطيع سنحاول نحن نستطيع سنحاول هنا أولاد نحن ضمير متكلم للجم نحن ضمير متكلم للجم هنا أولاد القاعدة بتقول ضمائر متكلم هي ضمائر تستخدم عندما يتحدث شخص أو أقصر عن نفسه يعني الكلام ده أولاد ضمير بنستخدمه عندما نتكلم نحن عن نفسنا شخص يعني واحد مفرد يتكلم عن نفسه يقول أنا أو أقصر من شخص يقول يا أولاد يقول نحن يبقى ضمائر تستخدم عندما يتحدث شخص أو أقصر عن نفسه طب هنا ضمائر المتكلم هي إيه أولاد أنا للمفرد المذكر والمؤنس ونحن للجمع بنوعيهم يبقى أنا للمفرد المذكر والمؤنس أما نحن للجمع بنوعيهم وبكده أولاد وصلنا معاكم لنهاية درسنا النهار ده أرجوكم استفدتم معانا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس رسلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر